السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين وواحد وعشرين تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الجوزة ورح ينتقل لبرج السرطان طبعا في ساعات المساء المتأخرة فما رح نحكي عنه أو نحكي توقعات كأنه انتقل للسرطان لأنه رح ينتقل بتوقيت الشرق الأوسط بعد منتصف الليل الانتقال رح يكون الساعة 10.48 دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعدها لبرج السرطان ورح ينال الموجود في برج السرطان لغاية الساعة 5.23 دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12.40 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين يعني فجر يوم الاثنين بتوقيت جرينتش بده ينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر اليوم بما أنه موجود في برج الجوزة معناته بنظل بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن منتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق الوعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة خلال هذا اليوم أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ابنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أنه نساعدهم قدر الإمكان وبتلح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية مرضو هاي الزاوية بتمنحنا العطف والمودة ومنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحظ عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين مش شوي ممكن تسببنا نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا الإهمال وعدم الاستقام والنزاهة في تعاملاتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة لمشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح ينتهي الساعة عشر وثمانية وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار الساعة عشر وثمانية وأربعين دقيقة مساءً خلص القمر بنتقل لبرج السرطان فما رح نذكر أي تأثيرات لأله لأنه بكون بعد منتصف الليل بتوقيت الأردن وسوريا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط فإذا في حلقة الغد نذكر الانتقال بدون خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً إن الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعاً باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية إذا دعت الحاجة لإلها لباقي أعضاء الجسم وحتى الأعضاء اللي ذكرناها إذا كانت اضطرارية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر الزائد أيضاً ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج أما بالنسبة عمر القمر عمر القمر اليوم المحدد عمر تسعة عشر يوم الآن الساعة ستة وأربع دقائق مساء بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم العشرين نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشر سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الجوزاء ورح ينتقل للسرطان ورح يظل في برج السرطان ليوم أربعة وعشرين عشر سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في العقرب حتى يوم 12 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل اليوم بتنشطه في مسائل تتعلق بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة حاولوا تفوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم لكن بتكون تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فبدك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز اليوم بالنشاط العالي وممكن اليوم تسمع جواب بيعجبك أهم شيء إنك ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات قدر الإمكان ممكن تهتم لأوضاعك المالية أو تخد تجربة مهمة أو تمتحن موقعك وخبرتك أهم شيء برضو منعيد ومنكرر ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي حاول إنك تكون هادئ حتى تتوضح لك الأمور وما تبالغ بأي شيء احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بالنسبة لما وليد برج الجوزاء عندكم اليوم القدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات ولكن بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك وباستطاعتك استعادة موقعك وإنجاز الكثير من الأعمال الموكلة لا إلك برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان بنا للتعب منكم أيضا هذا اليوم يعني بتكونوا ديروا بالك وضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا لأن القمر موجود في بيت المتاعب لآخر يوم فبظل في نوع من أنواع الركود والتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء ما تختلق أعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأطراف أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات تستعيد حماستك وحاوييتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن بعضكم يشارك بمناسبة أو فعالية معينة ولكن الأهم إنك تنجز كل عمالك الضرورية قبل المساء برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاول إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ أو أهم إشي إنك ما تهدد سمعتك للخطر بالمغامرات والمجازفات ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة وهذه فترة بتظل مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز ليلها برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا اللي بدي تقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد صحيح إنها هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة أو تكثر عندك الاتصالات والمراسلات الخارجية حاول تسهيل أمورك ما تصعبها ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بشجعك على الإنضمام لنادي أو جمعية أو تعلم شيء جديد برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأي شخص بإنه يشكك بقدراتك وما تكون جارح بالكلام بالفاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأن القمر موجود مقابلك تماما فما تنفعل حول الإضاءة على الإيجابيات وما بينفعك التوتر ولا الجدال وعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل واللي هي الأعمال السابقة وانتبهوا لصحتكم وحذروا من التراجع الصحي وما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم وكونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وخذوا قصة من الراحة واهدأوا قدر الإمكان ما تفتعلوا أي مشاكل مع زملائكم برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد وطبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم اليوم التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وبتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن يظهر لك اليوم لقاء طارق مع أحد الأخوة أهم شيء أنه حاول أنك تقدم الدعم والمساعدة للأحبة أو الأخوة إذا لزم الأمر وتعتبر هاي الفترة فترة ناجحة ومطمئنة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت اليوم بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة التركيز كله على البيت تقدير تقريبا على الأمور العائلية أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسئولية حتى وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير وحاول أنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة عائلية أو عطل منزل طارق هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر